اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 ديت مش ممكن يعني دي معلومة أكيدة فضلتك لا معاز الله ما فيش تشكيك ولا حاجة بس هي أصلها مفاجأة بالنسبة لي مش أكتر لا 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 تمام فضلتك حضر حاضر يا فندي في حفظ الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لي يا دكتور رفعت عادل ياسين انتحر انتحر جهنم ومئس المصير الكلب ده اللي هيصعب علينا هنعجيش بحل في المصيبة اللي احنا فيها دي يفيش مصيبة لحاجة يا شخوات دي ازاي بقى يا دكتور الخلفية اللي عندي الناس ان الدخلية جهاز فاسد وموانس بحفلول النظام ورافد يتعاون مع الرئاسة فالحالة دي معدش هيعترض لما نحاول نخترقهم ونكشف الكوارث اللي بيعملوها حتى لو كان بطرق ملتوية لان الغاية تبرر الوسيلة الله اكبر عليك يا دكتور رفعت ربنا يحميك ويزيدك حكمة ودهاء وانحنا هندعم المعنى ده اعلاميا سواء بالصحافة او اللجان الالكتروني انت ناسي فضلتك ان الفضيحة دي حصلت في بيت سالي وتوفيق علام يعني بيت الفن والإعلام الإعلام اللي حباسكون وليل ونهار بنقطع فيه اهه te لوعرف الحكاية دي بالذات مش حتتعرف يا شيخ وجدي بدليل اينا محدش تستدع توفيق علام ولا امراته ولا حد أقلهم أنتوا فين يعني محدش يعرف إحناك بس كتافين لا طبعاً يعرفه بس اللي إنت مش قادر تفهمه إن الداخلية عايزة تقفل الملف ده والأكيد إن هم اللي قاتلوا عادل ياسين مش انتحر زي ما بيقولوا قتلوا؟ أيوة طبعاً وما اللي حيسيبوا القضية توسع منهم وتجر وراها مئة اسم ورا عادل ياسين أنا على كده أطمن محدش هقرب مني إنت تجننت بقى بلدنا ولو أي ذكر فيها حاول يفتح بقه شوف هنعمل فيه إيه هو ده الكلام جمد قلبك يا شيخوات دي وبلاش الخلاعة دي طول ما أنت مسيطر على الشارع وحاطت الناس على حجرك ما يهمكش من التخين في بلد دي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر خير يا توفيق بيه أنا اللي فهمته من ساعتك في التليفون إنك لقيت مخرج نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر طبعاً نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر انت صوري بيعود يسمعوا اشتيم تابوهم بنفسهم ويدحكوا لا العفو اشتيمت ايه ده يعني مجرد اختلاف وجهات النظر يعني طبيعة الظروف اللي احنا بنعدي بيها انت عارف اه طبعا مفهوم مفهوم بس الظاهر حضرتك متعرفنيش كويس لاي ساي انا عارفك كويس جدا وعارف المجهود العظيم اللي انت قدمتيه زمان للي هو سامي شكري الحقيقة عشان كده انا جيت لك دلوقتي خير يعني انا مهما شغلي فرض علاية جهات معينة ما حبش اشوف اهم جهاز في الدولة بيتدمر وانا سكتة وبساعدة على تدميره لاي كتر خيرك ده شعور وطن عظيم يا استاذة لا يا فاند المعنى ده لازم يترجم لفعل لفعل ملموس ماينفعش يفضل مجرد احساس شخصي يعني ازاي؟ حاملة اعلامية ضخمة موسعة عايزين نحسن صورة وزارة الداخلية عايزين نواعي الناس نفهمهم حجم المؤامرة الخارجية اللي بتتمارس على قيادات الداخلية انا عايز اعمل حلقتين عايزين نعمل تقارير صوت وصورة في كل الاجهازة الامنية عايزين نوريهم الانجازات الخطط الجديدة الصعوبات اللي انتو بتوجوها كل يوم ايه ده كله ما شاء الله ده اللي واجب بفاندم والله ايوة بس اعتقد موضوع زي ده يحتاج اعتماد مالي كبير وانا اعتقد ان العلاقات العامة عندناها متقدرش توفى الاعتماد المالي ده اعتماد مالي ايه بس يا فاندم الحملة دي مدفوعة بالكامل مقدما من توفيق علام صاحب القناة انا عرضت عليه الفكرة وعباة جدا 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 وافق عليها وجاهز خطة التنفيذ كمان سنحن رشوة شيك ولذيذة وبنت ناس يعني لو كان حد بالقلم يموتوا الحكومة هو اللي بيطبلوا الحكومة وكانش حد عيقبره انما نكوة ساتة التي تخبط في الاسد دائما تفرق كتير المهم ان الزبون استوى وفتح خزمته وبدأ يصرف بحبله عشان نص الفيديو اللي ظهر ليه هو وامراته استوى ايه؟ استوى ده زبان ده دلوقتي بيه فرفر هنبدأ بتوفي علام؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة